القصة المصورة تنتا في الكونغو محور محاكمة مدنية في بلجيكا فقد رفع طالب من الكونغو منذ عام دعوى قضائيات ضدر النشر مولانسار وطالبها بحظر توزيع هذه القصة لأنها تقدم صورة سيئة عن الأفارقة عندما نشاهد مثل هذه الأشياء في القرن الـ 21 لا يمكننا قبولها لا يمكننا السماح بها مثل ما فعلنا من قبل أعتقد أن تجربة الشخصية اليوم جعلتني مقتنعا أنه لا يمكن غض نظري عن أي عمل عنصري بل يجب مقاومته لنعيش في سلام محامي دار النشر يرى أن وقاع القصة التي كتبها هيرجي تعود إلى سياق تاريخي معين وهو عشرينيات القرن الماضي هذا يفتح الباب على مصرعيه لخوض نقاشات عديدة أي أنه يمكنك غدا أن تمنع ديكنز لأن كتاباته تحتوي على مقاطع معادية للسمية أو أن تمنع الكتاب المقدس السلسلة المصورة تان تان كانت تعرضت في وقت سابق للانتقاد من قبل اللجنة البريطانية للمساواة العرقية نظرا لمضمونها العنصري حيث طالبت بإرفاق تحذير من مضمونها عند بيعها في المكتبات سيكون مرة جميلة سيكون مرة جميلة